بسم الله الرحمن الرحيم والاقتصادية والاجتماعية وكافة المناحية الأخرى تأثرت بشكل كبير جداً بل تعرضت إلى حالة من شبه الإعدام بسبب آثار الحروب التي تعرض لها عمر السنين وبسبب الآثار التدميرية التي الاحتلال الصهيوني مارسها عبر الزمن تجاه القطاعات المختلفة في الأراضي الفلسطينية وبسبب هذا الاحتلال الجائر والظالم أثر بكثيراً على استمرارية وإمكانية بقاء المؤسسات الصحية ومواردها وإمكانياتها وأن تنتعش وتحاكي وتواكم التطور والحداثة على مستوى العالم فكان لها للاحتلال الإسرائيلي كثير من المرات نحو تدمير عدد من المنشآت الصحية نحو عدم إمكانية تطور الكادر الصحي من خلال الإغلاقات والحصار وما إلى ذلك في منع السفر أو استقطاب لكفاءات خارجية كذلك أثر بشكل كبير من ناحية عدم تطور التكنولوجي في عدم توفر إمكانيات وموارد لها علاقة بالارتقاء بطبيعة الخدمة الصحية ومع خدوم السلطة في الأربعة وتسعين حاولت أن ترتقي بهذا النظام الصحي الذي كان هو مستوى بسيط من خلال التوسع في بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير بعض من الأدوات التكنولوجية والارتقاء بالكادر لكن ما زالت يعني الحصار ما زال العراقيل والمعوقات الإسرائيلية والحروب المتكررة تؤثر بشكل كبير على الواقع الصحي وتمنع من تطوره ومن تطوره وإمكانية الارتقاء به على النحو الواجب أن يكون والذي تنصمح له إدارات الصحية على المستويات المختلفة وعلى القطاعات أيضا المختلفة من القطاعات التي تقدم الخدمات الصحية تحت مضلة النظام الصحي الفلسطيني بشكل عام نظرة تحليلية على واقع القطاع الصحي الفلسطيني ونقول بشكل محدد النظام الصحي الفلسطيني النظام الصحي قبل هيك حرفناه في مساقات أخرى على أن مجموعة المنظمات والمؤسسات مجتمعة الرامية إلى تقديم الخدمة الصحية وصولا إلى الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن الفلسطيني يمكن النظام الصحي مكون من خمس مكونات أساسية وزارة الصحة وكالة الأونروا الغوت وكالة غوت وتشغيل اللاجئين ومنظمات الغير حكومية بما فيها القطاع الأهلي والقطاع الخاص والخدمات الطبية العسكرية القطاع الصحي أو وزارة الصحة الفلسطينية معظم الأعمال تتم من خلالها حتى بالمستويات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية هي تشكل أو تعتبر هي الحاضن الرئيس والمظلة الإشرافية والكبيرة بالإضافة إلى دورها التنفيذي في رعايتها للنظام الصحي وهي تمثل أكثر من 60% من الخدمات الصحية التي تقدم إلى المواطن الفلسطيني وزارة الصحة الفلسطينية بتقدم خدمة الرعاية الأولية والثانوية والثالثية في الرعاية الأولية يعني في قطاع غزة لواحده حوالي خمسين أو يوجد خمسين مركز صحي على مستوى المحافظات الخمس بينما في الأولى في 22 مركز صحي بتقدم الخدمات الرعاية الأولية طبعا بمستويات مختلفة في منها المستوى الثالث والرابع وفي بعض من المراكز الحكومية مراكز الرعاية الأول الحكومية في منها من المستوى الثاني يعني المستويات الرعاية على مستوى في القطاع الصحي على مستوى الرعاية الصحية الأولية مقسم إلى أربعة مستويات مستوى الأول والثاني والثالث والرابع لما نجي نحكي على مثلا مركز شهداء خان يونس أو بنقول عنه بندر خان يونس مركز شهداء الرمال مركز شهداء جباليا مركز شهداء دير البلح مركز شهداء رفاح هذولا تعتبر مستوى رابع زي عياد مركزية بنقول عنها بتقدم كافة الخدمات وهذه بسموها المستوى الرابع أيضا وزارة الصحة بالمشاركة مع القطاع الخاص والمؤسسات الغير حكومية تقدم خدمات الرعاية الأولية 14 مستشفى حكومي تقوم على إدارتها الوزارة الصحة الفلسطينية بسعة سريرية تتجاوز 3000 سرير الخدمات الصحية الثالثية أو المستوى الثالث المتعلق بالخدمات التخصصية وخدمات التأهيل تقدم وزارة الصحة جزء منها من خلال مراكز التأهيل اللي هي موجودة داخل مراكز الرعاية الأولية ضمن خدمات التأهيل وكمستشفيات ثالثية تخصصية في عندنا يعني وتتعامل مع وزارة الصحة وتم تحويل الحالات إلها زي مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي ومستشفى حمد التخصصي للتأهيل والأطراف الصناعية على مستوى الكادر البشري فيما يتعلق بالقوى العاملة كان وما زال اللي هو النقص في أعداد الموظفين على اختلاف تخصصاتهم الفنية والفنية التخصصية والمساندة والإدارية والخدمات في كافة اللي هو المؤسسات الصحية على مستوى الرعاية الأولية والثانوية والثالثية وأيضا ليس فقط على يعني هذه مشكلة الكادر البشري في وزارة الصحة أيضا لدى وكالة الغوث أعداد محدودة كذلك وهذا كان من خلال دراسة يعني قمنا فيها قبل هيك وكان فيه عندنا واضح أن هناك شورتج أو نقص في عدد الموظفين بناء على المعيار الصحيح في الممرض أو الطبيب أو الأخصائي لكم شخص ممكن يقدم له الخدمات على مستوى المجتمع كمان في وزارة الصحة النقص موجود في القطاع الخاص وفي خدمات الطبية العسكرية وهذا طبعا تأثر وما زال سابقا وما زال حتى الآن بسبب بعض اللي هي المشاكل والمؤثرات لها علاقة بالاحتلال ولها علاقة بالوضع الاقتصادي بشكل عام ولها علاقة أيضا بالحالة الفلسطينية الغير مستقرة من ناحية الانقسام في البلد القطاع الصح الفلسطيني له خصوصية تختلف عن كثير من دول العالم ومقارنة بأوروبا على سبيل المثال تعتبر القارة العجوز بسبب عدد الكبير من المواطنين تجاوزوا سن الستين بينما في المجتمع الفلسطيني يسمى مجتمع فتي لأنه عندنا خصوبة الحمد لله عالية والمجتمع يعني حوالي أربعين في المية مدود الخمستحشر سنة وهذا ومن هنا أجد تسمية المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي طبعا طبيعة الخدمات التي تقدم لهذا المجتمع تختلف عن الخدمات التي تقدم لمجتمعات بالتوزيع ديموغرافي مختلف لدينا مشكلة مما يؤثر أيضا على القطاع الصحي الموضوع اللي هو الكثافة السكانية العالية ونحن نتحدث عن 364 كم في قطاع غزة في مقابل أنه 2 مليون مواطن أو يزيد قليل موجودين يعني بمعدل 6 أفراد في المتر المربع الواحد يعني لو من نجي نقف وقوف جنب بعض مش هيكفي المتر الواحد أيضا انتشار كثير من الأمراض المعدية والأمراض غير معدية بمعدلات يعني لو قارننا أنفسنا صراحة بالقطاعات الصحية في الشرق الأوسط نجد الوضع عندنا أفضل من كثير من الدول وذلك بفضل قصص النجاح الموجودة عندنا ألا وهي قصة نجاح التطعيمات وتوفيرها للمواطن الفلسطيني منذ الولادة حتى يعني السنوات التي يحتاج فيها التطعيم سواء السيدات في عمر الحمل أو الكبار وأطفال المدارس بالإضافة إلى حديث الولادة كذلك موضوع المسوحات التي تقوم بها لكافة معظم الأمراض المنتشرة عالميا وتؤثر على الواقع الفلسطيني وهذه تسجل من النجاحات للنظام الصحي الفلسطيني برغم قلة الموارد والإمكانيات الموارد البشرية والموارد التكنولوجية والمنشآت وما إلى ذلك إلا أن النظام الصحي مقارنة بعديد من الأنظمة المحيطة فينا تعتبر من أفضل الأنظمة ناهيك عن الوضع الاقتصادي والوضع السياسي الغير مستقر والاعتداءات الإسرائيلية والتدمير اللي على الدوام إلا أنه يعني النظام الصحي نظام متقدم أفضل من غيره من أهم العوامل الاقتصادية اللي أثرت على النظام الصحي صراحة الموضوع اللي هو البطالة بنسب كبيرة شيء يتحدث عنها 54% وبعض دراسات بتقول لا عندنا 67% ودراسات أخرى بتقول فيه عندنا 43% قرارتها في عديد من المواقع إلا أنه هناك نسبة كبيرة جدا مقارنة بالعالم كله لم يسجل نسبة البطالة بذلك المستوى كذلك نسبة أو معدل الفقر لدى المجتمع الفلسطيني كبيرة جدا ولما نجي نتحدث عن فقر وبطالة نتحدث عن قلة اللي هي يعني الأكل الصحيح أو الصحي اللي هو مطلوب وهذا يؤثر على الوضع الصحي سيؤدي إلى التوجه إلى القطاع الصحي والمراكز الصحية والمستشفيات بسبب أمراض سوء التغذية وما إلى ذلك وفقر الدم وغيره وهذا بحد ذات يؤثر على كفاءة ونشاط هذا المجتمع ويؤثر على استنزاف مقدرات القطاع الصحي بسبب هذا الأمر بالإنفاق الصحي إنفاق كبير ويتأثر بشكل كبير جدا من الجانب الصهيوني في منعه لأموال المقاصة اللي هي تعتبر يعني أموال مشروعة للحق الفلسطيني من خلالها تدفع نفقات تشغيلية ورواتب وما إلى ذلك يتم من خلال الارتقاء بالمؤسسات الصحية وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية وتوفير الرواتب كمان عندنا من المشاكل الكبرى ذات المردود المالي اللي هو أزمة الرواتب من 2007 لدى المجتمع الغزي وكذلك المجتمع الضفاوي تحت مضلة المجتمع الفلسطيني يعني من 40% اللي هم سنوات في قطاع غزة ومرت كذلك المشكلة من الضف نفس الشيء كان في تأخير في دفع الرواتب وبعدين كان دفع نسبة معينة 50% 60% الآن استقرت إلى 75% هذا بكله يعني كل هذه الأمور تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على النظام الصحي يعني لو تحدثنا عن مقدمي الخدمات في ظل عدم وجود راتب سنجد أن هناك تقديم خدمة لو لا أنه يعني لاستحضار الجانب الروحاني والجانب الوطني في أنه يجب أن تقدم الخدمات وإلا ستؤدي إلى استمتعاف الناس وكثير منهم عن العمل بسبب قلة الرواتب وعدم وجود يعني ما يقتاتوا به أيضا من المشاكل التي تعصف بالنظام الصحي أزمة المحروقات وانقطاع المستمر والمتكرر للتيار الكهربائي في ظل وضع أصلا مترهل وصعب هذا بحد ذاته أدى إلى كثير من المشاكل والمؤثرات على القطاع الصحي ويمكن في تاريخنا القريب كان إغلاق لمستشفى الضر للأطفال بسبب عدم وجود المحروقات بعدها طبعا توفرت اللي هي الطاقة البديلة وما إلى ذلك ادت إلى استئناف العمل ولكن يعني كثير نسمع يعني من خلال الناطق باسم حكومة غزة أنه أو وزارة الصحة في غزة أنه عندنا 56% نقص من الأدوية و43% من المستهلكات الطبية وهذا كله يؤثر على الخدمات الصحية ويؤثر على جودة الخدمة التي تقدم للمواطن اللي تنعكس بشكل سلبي على الواقع اللي بيعيشه المواطن وتعتبر سبب من أسباب تأخر النظام الصحي وتأخر الحالة الصحية للمواطن اللي كله حيرتد في النهاية على كاهل النظام الصحي الفلسطيني ما هي التحديات التي تواجه المستشفيات الحكومية على وجه خاص؟ أولا نقص عدد المستشفيات المتخصصة على اختلاف أنواعها اثنين نقص الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة بالاختصاصات المطلوبة حسب حاجة الواقع الفلسطيني كذلك عدم تأهل أو تأهيل المستشفيات كمنشآت مناسبة وتوفير الأثاث اللازم وتوفير خدمات الفندقية اللازمة أيضا توفير الأدوات التكنولوجية فيها أيضا من المشاكل عدم توفر كثير من الفحوصات الطبية عدم توفر كثير من المستهلكات الطبية عدم توفر كثير من الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضى هذه تعتبر من المشاكل باختصار التي تواجه المستشفيات الحكومية بشكل عام من تحديات النظام الصحي أيضا أزمة الأخطاء الطبية من المعلوم أن الأخطاء الطبية هي ظاهرة عالمية صراحة مش على المستوى الواقع الفلسطيني أو الشرق الأوسط أو الإقليم بل هي على مستوى العالم لكن تختلف باختلاف الدولة في المعاملة القضائية وكذلك إبانة الأرقام والإحصائيات وترجمتها أيضا ماليا وأثر بشري بسبب هاي الأخطاء على المستوى الفلسطيني لا يوجد نظام فلسطيني محدد له أحكام تشريعية قانونية تحاسب وتحاكم فيما يتعلق بالأخطاء الطبية وإنما تخضع إلى الأحكام القانونية سواء المدني أو الجزائي منها وتأتي في إطار التقصير والإهمال فقط لا يوجد على المستوى الإداري أي أرقام وإحصائية تحدد عدد هذه الأخطاء الطبية وتصنيفاتها وتوزيحها الديموغرافي وتأثيرها على المواطن اللي تأثر بهذه الأخطاء الطبية كمان لا يوجد ترجمة مالية إلى تلك الأخطاء وهذا طبعا يعتبر من الجوانب القصور التي ليست من الصعب أن يقوم القطاع الصحي الفلسطيني بمراعاتها ومتابعتها أيضا من جوانب القصور في هذا الباب أنه لا يوجد معلومات واضحة عن توزيع هذه الأخطاء ما بين القطاع الخاص، القطاع الحكومي، القطاع منظمات غير حكومية والخدمات الطبية العسكرية أيضا من جوانب القصور في هذا الجانب عدم وجود لجان فنية للتحقيق في تلك الأخطاء الطبية وضبط تلك الحوادث والتعامل معها من ناحية فنية وطبية وصولا إلى الجانب القضائي أيضا من مظاهر الفساد والقصور لدى الجانب القطاع الصحي الفلسطيني أن هناك محسوبية وما زالت المحاباة صراحة موجودة وتدخل الواسطة بشكل مباشر أو غير مباشر أيضا موجود وهذا يتعارض مع الإخلاقيات المهن الصحية وإمكانية العدالة في التوزيع وإعطاء لكل مواطن حقه على حدة دون محاباة ومحسوبية وواسطة كمان التجاوز الموجود في أخذ بعض المستلزمات والأدوى والمقدرات الصحية واستخدامها بشكل غير صحيح أو دون الإطار الرسمي المسموح فيه زي أخذ بعض المستهلكات الطبية والأدوية للواحد على بيته وهذا تعتبر من التجاوزات اللي موجودة عندنا وموجودة عند غيرنا صراحة طيب ما هي الأشياء التي أدت إلى وجود تلك المشاكل والتجاوزات بين قسين الفساد في التعامل في الجانب الصحي إلى حد ما أولا ضعف الشفافية ونظام المحاسبة كمان من مشاكلنا الكبيرة أو المؤدئها الثقافة المجتمعية إنه كثير يعني ممكن يكون سهل إنك تحصل على خدمتك لكن ما زلنا يعني داخل في الأدمغة بتبعتنا إنه فيه واسطة وإلي معرفة وهذا حيساعدني كثير وهذا طبعا يعني يتنافى مع أخلاقيات الدين الإسلامي فقر وقلة الموارد المتوفرة لدى النظام الصحي وكذلك زيادة الطلب على الخدمات الصحية الحكومية في سبيل تقريص فرص الفساد توجد بعض الإزراءات منها تعزيز روح الشفافية والمحاسبة اللي بيغلط يتحمل المسئولية ويمكن في تجربة جديدة نهجتها وزارة الداخلية في قطاع غزة مع أزبط كورونا وإلى حد ما الصحيح كانت ناجحة أو مش إلى حد ما إلى حد كبير في قصة الناس اللي بتتجاوز في رفع الأسعار واحتكار الموارد فبدوا إنه من خلال التحذير الأول والثاني ومن بعد هيك صاروا يتعاملوا محهم ويحاسبوهم وصارت تعلن الأسماء بشكل واضح لعامة الجمهور وهذه شكلت أكبر رادع لدى الناس اللي ممكن يكون عندها بعض التجاوزات أيضا إعادة تشكيل مؤسسة التأمين واللي تعتبر هي من أعدل المؤسسات العامة الموجودة اللي هو التأمين الصحي اللي الوزير كما الغفير بياخد الخدمة على حد سواء وبنفس المستوى التنين ممكن ياخدوا مضاد حيوة واحد لأنه هو هذا المتوفر التنين لو بدي يعملوا عملية بيعملوا نفس العملية بنفس المستوى في القطاع الصحي الحكومي اللي هم يخضعوا تحت مضلة التأمين بناء قوانين جديدة للتأمين الصحي والعلاج في الخارج وهذه يمكن تعتبر من أكبر المشاكل الموجودة عندنا قصة العلاج بالخارج والاعتماد على المستشفيات الجوار سواء في الداخل الفلسطيني أو في الأردن أو في مصر زي ما هو دائرة العلاج بالخارج بتحول مع أنه يعني إنفاق كبير جدا يتعدى مليارات الشواكل سنويا هذا ممكن يعني نبني فيه قوة صحية كبيرة جدا ونوفر فيها الأدوات والإمكانيات والموارد اللازمة بالإضافة إلى تأهيل الكادر لكن ما بتعرف هذا النظام القائم قيام مؤسسة التأمين الصحي بتحديد سلة الخدمات شو يعني طبيعة الخدمات اللي ممكن يتم تقديمها من خلال النظام الصحي الحكومي وما هي الخدمات التي لا يمكن أن يتم توفيرها ما إعلانها لكافة الناس وضع تسعير لكل خدمة في حال طبعا في القطاعات الخاص أو القطاع الحكومي للناس اللي ممكن تأخذ الخدمة بدون تأمين صحي خلق ثقافة مهنية تقلص من التجاوزات والمحسوبية وتعزز نظام الشفافية والمسؤولية الداتية والمسؤولية المجتمعية لدى الطاقم العامل مع أيضا تعزيز هذه تعديل كلك الثقافة السلبية لدى المواطن نحوه يعني الاعتماد على المحسوبية وعلى الواصل وما إلى ذلك ما هي عوامل الضعف في القطاع الصحي الفلسطيني؟ أول حاجة الأداء ضعف الأداء وهذا بسبب طبعا يعني عدم إمكانية التأهيب والاستفادة من الخبرات الخارجية والابتعات بالخارج أو استقطاب كفاءات مع أنه يعني النظام يعني أبدعت المؤسسات الصحية كالمؤسسات الأخرى في إيجاد يعني مساحة للتعليم المستمر ضمن الهيكليات الإدارية ووجود جسم إداري يراعي هذا الأمر لكن ما زالت هناك ضعف في الأداء بحاجة إلى نوع من التقوية ودليل هذا الأمر أن ما زلنا نسجل أخطاء طبية كثيرة ما زال هناك يعني عدم ثقاء كثيرة من المواطن الفلسطيني بالخدمات الصحية اللي موجودة هان ولو بدنا نجي نحكي على واحد بده يعمل عملية في غزة ولا تقوله تطلع على الضفة ولا تطلع على القدس ولا تطلع على مصر بطلب على مصر مع أنه ممكن تنعمل هان أكثر من فائدة من هناك أو حتى يعني بأقل تكلف عليه إلا أنه خلاص أنه فيه في المنتاليتي في عقلية الناس وتقافتها عدم الثقة بالخدمات اللي ممكن تقدم هان ضعف الموارد المالية أمام اللي هو القطاع الصحي وهذا طبعا يؤثر بشكل مباشر على إمكانية تطوير وتقدم الخدمات الصحية والاستمرار في تحسين واقعها كذلك الممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات اللي بتستهدف فيها المنشآت بيستهدف فيها الطواقم الطبية والموارد وسيارات الإسعاف ومنع دخول الوفود الطبية ومنع سفر المواطن الفلسطيني من أجل الارتقاء وتحسين الوضع العلمي والمعرفي والتدريبي لديه وكذلك منع دخول الأدوية بشكل عام طيب من المؤشرات الإيجابية على القطاع الصحي الرعاية الصحية تقدم من أكثر من جهة في عنا قطاع حكومي بيقدم خدمة صحية زي بيقولنا خمسين مركز صحي مركز الرعاية أولية كذلك في عنا الأونروا عنا 22 مركز عم السواء القطاع منتشرات في عنا القطاع الخاص في عيادات خاصة في عنا المنظمات الغير حكومية والقطاع المؤسسات الأهلية كذلك القطاع الحكومي أو الخدمات الطبية العسكرية هذه كلها هيتها الخمس فئات اللي تحت مضلة النظام الصحي فلسطيني تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية ويعني يظهر فيها نوع من التنافس نحو الإيجابية في تقديم الخدمة اتنين من المؤشرات الإيجابية زيادة مؤشرات الولادة الآمنة في المراكز والمستشفيات الصحية وهذا طبعا بسبب التوسع في تقديم الخدمة على أكثر من قطاعات تقديم الخدمة سواء حكومة أو خاص أو مؤسسات أهلية غير حكومية أو حتى الخدمات الطبية العسكرية هذا أدى طبعا إلى تنوع أماكن الخدمة أدى إلى تحسين مؤشرات الولادات الآمنة الزيادة عيادات وبرامج تنظيم الأسرة وزيادة الإقبال من السيدات عليها والأسر وتوعية الناس بهذا الأمر نحو مباعدة الأحمال وتنظيم الأسرة وهو أثر إيجابا طبعا على طبيعة الخدمة وتقديمها وأثر على الوضع الديموغرافي في توزيع السكاني كذلك على وضع التربوي فيما يتعلق به الأبناء في الأسرة الواحدة رغم النقص الشديد في أعداد الكوادر إلا أن هناك من خلال التعليم المستمر والتدريب الدائم والمتابعة والإشراف تحسن في طبيعة تقديم الخدمة من خلال المواطن وبرغم حتى يعني موضوع الرواتب المتدنية أو حتى اللي غير إنها متدنية أعدادها محدودة ونسبة صرف الراتب أيضا محدودة وبرغم هيك هناك وازع ديني وأخلاقي وتربوي ووطني يحتم على مقدمي الخدمات الصحية أن يؤدوها على نحو أفضل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديهم لما فيه الخير والسداد أيضا من المؤشرات الإيجابية كثير سيطر النظام الصحي الفلسطيني على كثير من الأمراض الوبائية والمعدية وهذا يسجل من النجاحات الكبيرة التي تقارن فيها فلسطين مقارنة بعديد من الدول ما زالت كثير من الدول في قليل شرق المتوسط تسجل كثير من الأمراض اللي إحنا من أكثر من ثلاثين سنة بطلنا إنسجلها ولكن ما زال برنامج الرصد موجود لزي شلال الأطفال وهذا تعتبر من النجاحات المتقدمة والكبيرة من فضل الله عندنا بالإضافة لعدد من الأمراض الأخرى اللي تم السيطر عليها من خلال القطاع الصحي الفلسطيني مع توفير برامج التطعيمات وبرنامج الرصد الوبائي اللي كان يضرب فيه المثل يبتصل فيه عندنا بعض أحيانا من بعض التطعيمات إلى نسبة تغطية تتجاوز المية واثنين ومية وثلاثة في المية وتتجاوز البقية تتجاوز السبعة وتسعين في المية في متوسطها وهذا يدلل على مدى نجاح ومتابعة النظام الصحي في هذا البرنامج وهذا يسجل من ضمن الإيجابيات الكبيرة والمؤشرات التي تحترم وتعد من ضمن الشغلات المنافسة لغيرنا من دول إقليم شرق المتوسط بهيق بنكون أنهينا المساق إدارة الأزمات الصحية أسأل الله لكم جميعا التوفيق وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته